اشتركوا في القناة منزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والصلاح والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر راح يظل موجود فيها لغاية منتصف الليل اللي هو لساعة 11-53 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت خمسة ثلاثة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثرية ويستمر طيلة النهار اللي هو نهار يوم الأحد فيها وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمم طبعا القمر ما زال موجود في برج الحمل لغاية ساعات الصباح تقريبا فبيضل هاي الفترة يعني من الآن لغاية ساعات صباح يوم الأحد بنشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحضر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها فبنفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية وفي فترة وجود الخمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزوايا البطيئة اليوم في عنا زوايا ضروتها وعندنا انتقال لكواكب فرح نحكي مش بالتفصيل لأنه في حلقة نزلت بالتفصيل عنهم ولكن الزوايا البطيئة اللي ما زالت مأثرة هي زاوية اقتران السلبية اللي بين المريخ وبين بلوتو وهاي مستمرة تأثيراتها القوية لغاية يوم ستة ثلاثة وحكينا أنه هاي الزاوية بدل على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتلو هذا الاتصال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي مستمرة برضو لغاية يوم ستة ثلاثة بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية برضو أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة اللي استمراريتها متواصلة فهي زاوية الاقتران الإيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي حكينا أنها مستمر بتاثيراتها لغاية يوم عشر ثلاث وهي بتدفع بحضوظنا بصورة عامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعنا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها الساعة 4 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا تاثيراتها من منتصف الليل تقريبا بغاية ساعات ما بعد الظهر بتدفع ببعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة لما بعد هذه الزاوية بمعنى الزاوية الأخيرة خلال ما قبل خلوق المسار فخلوق المسار بيبدأ بعدها يعني بيبدأ خلوق المسار الساعة 4 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من صباح اليوم الأحد وبيستمر خلوق المسار حتى تمام الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار في فترة خلوق المسار في عنا حدثين الحدث الأول لأن الكوكبين هدولا مقترنات مع بعض فعشان هيك الكوكبين رح ينتقلوا مع يعني فارق دقائق ما بينهم له المريخ والزهرة أول انتقال رح يكون للمريخ اللي رح ينتقل من برج الجدي لبرج الدلو من ساعات الصباح تقريبا ساعة 6 و 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يظل موجود في برج الدلو المريخ لغاية صباح يوم 15 أربعة لا ينتقل بعدها لبرج الحود طبعا التفاصيل نزل في الحلقة اللي نزلت قبل هاي اللي هي بعنوان أخبار فلكية انتقال الزهرة والمريخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو انتقال الزهرة للدلو لأنه رح ينتقل الساعة 6 و 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا ورح يصير اقتران لهم اليوم برضو هذا الانتقال الزهرة رح تنتقل لبرج الدلو رح تنكث في برج الدلو لغاية بعد عصر يوم 5 أربعة بنتقل بعدها لبرج الحود أما بالنسبة للزاوية الممتزجة واللي هي طبعا مرتين تكرر اقترانها يوم 6 اثنين كان لها اقتران واليوم آخر اقتران لالها اللي هو يوم 6 ثلاثة الاقتران هذا زي ما حكينا انه هو الساعة 7 و 12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هو مستمر تأثيرات لغاية يوم 17 ثلاثة بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة واكثر المتضررين لانها ممتزجة هيزاوية يعني خليط بين السعودة والنحوسة هم اللي على علاقات عاطفية ضعيفة واهمهم المتزوجون لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية الساعة 7 و 59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنتقل القمر وبصير موجود في برج الثور عشان هيك بصير تأثيرات برج الثور هي اللي بتأثر على جميع الأبراج بنشعر بالحذر أكثر ومنميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد ويجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكننا شراء عقار ماء وقضاء وقت منتع في البيت ومشاهدة التلفاز مثلا بظل في عنا زاويتين اللي هم زاويتين تربيع الأولى تربيع القمر مع المريخ وهاي رح تكون الساعة ثمانية وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية برضو بين القمر وبين الزهرة لأنه اثنين مقترنات مع بعض يعني ما فيه مسافة عشان هي كي بيصير فيه اقترانات سريعة وراء بعض أو زوايا زاوية التربيع هاي سلبية ساعة ثمانية وست دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها لغاية ساعات المساء فأكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية بيتجهوا في أغلب الأوقات لتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية اللي لازم نوفر لها العناية اللازمة أو الإضافية أو مراجعة الطبيب في أوقات شعور بأي أعراض جانبية لإلها أول شيء من الآن لغاية ساعات الصباح الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم أما من ساعات ما بعد الصباح وطيلة النهار اللي هو في لحظة انتقال القمر لبرج الثور بيصير عندنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم فأصبحت هاي الأعضاء هي أكثر الحساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير إعتيادي مراجعة الطبيب طبعا بالنسبة لليوم اللي بخصوص العمليات الجراحية طبعا لأنه في عنا انتقال للمريخ وفي عنا زوايا تربيع قوية فيعني ما بنصح فيها إذا كان في مجال لتأجيلها أما إذا كانت اضطرارية فما في مشكلة عليه يعني نسأل الله أنه ما يصير أي أعرض بالنسبة لعمليات التجميل طبعا لأنه الظهرة بنتقل والمريخ مع بعض فأنا ما بنصح بعمليات التجميل خلال هذا اليوم ممكن يصلح هذا اليوم للقص الشعر التجميلي أو صبغ إذا كان في مجال لهذا الموضوع في ساعات الصباح أو في ساعات المساء ولكن لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم ما بنصح فيه نهائيا لأنه الأعراض رح تكون كثيرة أو واضحة بشكل كبير فما بنصح في اللقاح خلال هذا اليوم أما بالنسبة للقمر في برج الثور طبعا بما أنه رح يستقر في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة يوم ثمانية ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة 22.34 دقيقة عصراً وبيستمر حتى تمام الساعة 6.39 دقيقة مساءً لينتقل بعدها القمر لبرج الجوزة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره أربع أيام في تمام الساعة 6.11 دقيقة صباحاً بصير خمس أيام نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة 30% القمر في الحمل ودينتقل الثور طبعا هو رح يمكث في برج الثور لغاية يوم ثمانية ثلاثة هو منتحس الآن بنسبة 25% ولكن في ساعات الظهيرة وما بعد بصير منتحس بنسبة 75% عطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة 25% الزهرة في الجديد وبدها تنتقل للدلو حتى يوم خمسة أربعة طبعا منتحسه بنسبة 25% المريخ في الجديد يبدو ينتقل للدلو رح يمكث في برج الدلو لغاية يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثور حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة 15% قبلوتو في الجديد حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وممكن تسيطروا على زمام الأمور وتنجحوا بالدفع بمصالحكم من الآن لغاية ساعات الصباح وبرضو في مجال الاهتمام بمظهركم أو بالتغييرات وهي مرحلة لانطلاقة لمشاريعك الجديدة وبتتمتع بنشاط ذهني وجسدي وانت صباق ورائد في حقل اختصاصك من ساعات صباح يوم الأحد وهاء طيلة النهار بصير يوم بيحمل معاه فرص مالية وممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتك وتنشطوا في الاتصالات والزيارات وتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم إشي أنك تتشجع وتنطلق وممكن اليوم تعالج مسائل إدارية وتمولية تطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بيتطلب منكم هذا اليوم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني يعني من الآن لغاية صباح يوم الأحد فعشان هيك بدك تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم يبتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى فأهم إشي أنك تتجنب اتخاذ قرارات وتتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بالغاء أو سوء تفاهم أما من ساعات صباح يوم الأحد بالأجواء كلها بتتغير وبتصبح ثقتك بنفسك كبيرة وبيعمك النشاط فممكن تبادروا لخطوة جديدة للدعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة فترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجولة بذل الجهد من أجل إشاعة السلام وبلغ التفاهم وهاي أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما لا إلك إذا بتستغلها بشكل جيد فعشان هيك خذ المبادرة وكون شجاعة برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة فأهم مش إنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن اليوم تحصد تأييد لا بأس فيه فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك في هاي الفترة ولكن من ساعات الصباح صباح يوم الأحد القمر رح ينتقل ويصير في بيت متاعبكم فعشان هيك بصير هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شيء ما تراهنه على الحدود أنه ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان فعشان هيك لا تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك لأفكار شوي مشوشة والظروف مخيبة للأمن برج الصرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا وبينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة فعشان هيك بدك يتهدئ من روعك هاي فترة سلبية ومشحونة بالمتاعب والتوتر ولازم تعالج الأمور بهدوء وحاول أنك تقدم أفضل ما عندك رح تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي طبعا في ساعات الصباح صباح يوم الأحد فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مهاتية رغم الضغوطات فعشان هيكرروا المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد تعتبر هاي فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة التطلاق مع طموحاتك برج الأسد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبيكون هذا يعني من الآن لغاية ساعة الصباح مناسب الوقت لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة أو إظهار تعاون أكبر مع الآخرين وخصوصا مع الجهات المسؤولة وبتمجح بالترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك ولو كثرت أو صعبت فعشان هيك بدك تنظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير عشان هيك تقدم بجراءة وثقة ولكن من ساعات الصباح صباحي اليوم الأحد الأجواء بتصير يعني شوي تضغط بشكل معين فيصبح الجو بس مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن العمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسع كل يوم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي وممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة فعشان هيك ممكن التواجه مسؤولية أو عبق مهني أهم إشأنك ما ترتبك في المواقف الحساسة فالجو العام فيه نوع من أنواع الصعوبة برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض فعشان هيك بدك تبادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة لياقة جسدية وأعصاب متينة خصوصا في هاي الفترة لأنه طاقتك شوي متقلبة فخصوصا اليوم هذا فأحاول أنك ما تترك غيون المتاعب لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما لصالحكم فممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعاود للإمساك بزمان الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك فيها برضو احتمالية سفر لبعض موليد برج العذراء برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم مش إنه اليوم ما بيجوز إثارة المتاعد وبتكون تتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاضروا من الحوادث والأعداء لأنهم في هاي الفترة بكونوا كثر وهذا الشيء ما بناسبك حتى ساعات الصباح الأجواء بتتغير وبتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك وتأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور أهم شيء أنك تقدم التنازلات وحاول أنك تتراجع عن خطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات في الفترة الماضية برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكوا بين الزملاء ونظموا جدوى الغذائكم وخذوا قصد من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات يبتكثر النشاطات وربما أنك تشعر ببعض التعب بتستطيع إحراز تقدم أو أرباح عديدة خلال الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأجواء بتتغير وبيصبح اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء الشراكة المالية أو العاطفية ولكن بدك تحاذر من الانفعال لأنه بصير صعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو العام فيه نوع من أنواع التوتر وهذا شيء ممكن يظهر لك مشاكل طارئة عشان هيك بدك تكون صبور وما تتدمر لأن هالفترة هاي خالية من الحضوظ برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا الظروف ما زالت جيدة ولكن من هون لغاية ساعة الصباح فاحتمال أن يكون فيه بعض القلق اتجاه أحد الأحبة وفيه نشاط ودينماكية وبتميل له الترفيه عن النفس وانت بالفعل بتستحق ذلك ولكن حاول أنك تتخذ خطوات مفيدة لصالحك لأنه من ساعات الصباح الأجواء كلها رح تتغير خصوصا أنه القمر رح ينتقل ويصير في بيت حساس اللي هو البيت السادس لا إلك فهنا بيتراكم العمل ورغم أنك قادرين أو قادرون على إنجاز حصة الأسد منه فنظموا جدوى الغذاء وخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وحاولوا بس إنكم ما تتغافلوا عن مراقبة الوضع الصحي الفترة هاي هي بتركز عن الصحة والوضع المهني برج الجديد ابترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة طبعا هذا الوضع رح يظل لغاية صباح اليوم الأحد فهاي فترة مهمة لتعزيز الروابط والعائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي انت بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارق انت طبعا مع ساعات الصباح صباح اليوم الأحد بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا وممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء كما تستسلموا بل كرروا المحاولات وبترغبوا اليوم باستكشاف مناطق جديدة وممكن اتميلوا لأمور العلاقة بالسفر والمشاركة في رحلات عمل رومانسية ونجاح ولكن زي ما حكينا ممكن يكون فيه قلق حول أحد الأحبة برج الدلو ابتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح طبعا هذا الوضع لغاية ساعات الصباح له صباح يوم الأحد فمن الآن لغاية ساعات الصباح باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهم شيء كما تبقوا واحدين بل ابحثوا عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط بتمتلكوا سرعة خاطر ومهارة ملموسة طبعا هذا الأمر لهذه ساعات الصباح كما حكينا من ساعات صباح يوم الأحد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء ما تسمحوا للعواطف بالتأثير على سلوككم وأداءكم أهم برضو لا تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج اسعوا لتحسين مواقعكم في العمل ولتثبيته نقدم المساعدة لأي شخص بيحتاجها من اللي حواليك الأجواء قوية والحضوظ الكبيرة برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إطافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموالهم أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية طبعا هذا الوضع لغاية الصباح اليوم الأحد بعدها الأجواء رح تتغير ولكن من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تسمع خبر صار ويلعب قريب دور مهم وتهتم بقضية شراكة أو عمل وممكن تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم الأولويات المالية وبتجدوا الحلول والتسويات طبعا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتغير فبتنشطوا بشكل كبير في الدراسة في السفر في الاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار فعشان هيك اليوم بدك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك فبدك تتفهم الآخرين وتبقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة أو التسوية وبل قرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاضروا من السرعة وسوء التفاهم هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر